لجميع متابعي كرة القدم في لبنان وفي عالمنا العربي طبعا نحكي قليلا عن مباراة الأنصار والعهد لجارة مبارح على ملعب جونيا والتي كانت هي نهائي الدورة اللبنانية لكرة القدم لموسم 2022-2023 طبعا قبل بداية المباراة ناد الأنصار كان بحاجة للفوز لحتى يتوجه لقب الدورة أما ناد العهد كان فقط بحاجة للتعادل أقله لحتى يفوز بلقب الدورة طبعا ناد العهد سجل عن طريق ربع عطاية بالبداية ولكن ناد الأنصار بمتصف أشياء الثانية حساب اللواتي كان متقدم على الجهة اليمنى عرقل كفة اللعبة نادر مطر وسجل طبعا ولكن الحكم كان مصفر قبل الخطأ طبعا هذه الواقعة هي اللي أشعلت المباراة فعليا هذا الهدف كان تقريبا بمباراة برشلونة وريال مدريد بالسانتاج وبرنابيو عندما سجل أوباميانج الهدف الثالث على ما أذكر أو الثاني ووقت فاز برشلونة أربعة سفر على الريال طبعا لو كان في فار كان بالتأكيد ومية بين مية كان الحكم الهدف سجل وفيه شغل كمان ثاني بالقانون الجديد إذا متابعوا الدوريات الكبرى الحكم عم ينطل حتى تخلص الهجم ويسجل هدف بعدين عم يرفع راية التسلل يعني عم يغطي مبدأ اللعب لحتى انعطل الفار حقه يعني هذا القانون اللي عم بصير بنرجع بقول إذا ما في فار بالبنان منقدر في مليون شغل منقدر نحنا نستفيد منه منقدر الحكم يستشير الحكم الثاني المساعد الحكم الرابع أو أي طريقة أخرى منقدر نحنا نمشي أمورنا ونخلص هذه المباراة أو أي مباراة كبيرة بحال للدول طبعا عم يحكي لما عن ظفر فهذا الشيء ضروري جدا كان نصير بهذه المباراة ولازم يكون في إكسبشن لحتى تنجح المباراة وما يكون في أي خطأ فني أو خطأ تحكيمة بالمباراة ولكن بدنا نحكي كمان أيضا أنه نيد الأنصار عاد أكثر مرة بالنتيجة يعني المباراة ما خلصت واحد سفر أو كان هدئ الهدف قاتل ليه لأنه الأنصار عاد أكثر من مرة عن طريق حسن معتوق بالمباراة والعاد أيضا سجل فنيد الأنصار كان عنده الفرصة أنه يعود أنا برأي أن الأنصار خسر المباراة خسر المباراة بأرض الملعب طبعا هتقل لي هذا الهدف بأثر في كثير أحداث ممكن تصير بكرة القدم أو بالمباراة ممكن تأثر على اللاعبين منها مثلا ضياع ضربة جزاء العديد من الأمور ممكن تأثر على اللاعبين وتكون هنا من إيد اللاعبين طبعا تصرف جمهور الأنصار غير مقبول تكسير الملعب وتكسير مشاءات الملعب هذا الشيء أمر غير مقبول بطبيعة بكل الجماهير اللبنانية كان نجمة الأنصار العهد البرج أي فريق بلبنان ولكن بيطاع لك واحد بيقول لك أنه كيف بدنا نعمل فوتبول في لبنان لا يكون المنظر الغير حضاري حبيبي كل الدول بتصير فيها هك شكلات بأوروبا بأمريكا جنوبية وما كان بأسيا وما كان هذا الشيء طبيعي أنه يصير مسؤولية القوى الأمنية ومسؤولية الاتحاد هي حماية الملاعب وهي تسير أمور المباراة ما كان فيه 700 شخص بالملعب من كان من الأنصار أو من العاد ولكن أنا بدعي أيضا أنه يكون فيه أكثر من 5000 و 7000 متفرج بالمرعب ولكن الاتحاد قرر أنه يكون فيه 700 شخص ما كان فيه 700 شخص أبدا حتى ما تشنيش من الأنصار ما كان فيه 700 شخص فما بعرف الأمور لوانا ممكن تمشي إذا عمل مشي هكذا الأمور طبعا دنيا نواية دنيا نواية يا أخوان لما الاتحاد يدير هكا اللعبة بهذا الشكل هكا نتيجة حتطلع عنا طبعا بخصوص الحكم الحكم كما يقال أنه أحمد الكاف هو اللي كان ممكن هو اللي كان مفروض أنه هو يسير المباراة بما أنه من أفضل الحكام الأساوية والعربية كان حكم رابع بدنا نستقصي أكثر عن هذه القصة وشو حينحكيها لبعدين طبعا فيه كتير أمور نحكي ما بدي أحكي فيها لأنه مني مأكد مننا 100% ولكن حبا نتظر هذه الأيام طبعا مثل ما سمعنا أيضا أنه الأنصاريين داخل الاتحاد مثل ناصر عدرة سيد ناصر عدرة وأبو النجا استقالوا من الاتحاد اللبناني لكرة القدم نتيجة لأنه هن بيحسوا أنه ظلموا في هذه المباراة طبعا نهاية بدي أقول أنه ملعب جونيا أول شيء مشكور رئيس بلدية جونيا أنه قال أنه هذا الملعب حيث يظل مفتوح لكل اللبنانيين وحيث يظل مفتوح لكل الفرق وأولون الأنصار والنجم والعهد ولكن ملعب جونيا ملعب سلام زغرته المردشية ملعب حمدون ملاعب ما بين عمل احترامي طبعا للقيمين عليها واحترامي للملاعب طبعا ما بين عمل مباراة كبيرة لو حتى وديي مش هقولني هيئداء وريعا هيك ملاعب نحن بحاجة لملعب كبير نحن بحاجة للمدينة ترجع نحن بحاجة لصيدة ترجع نحن بحاجة لترابلس الأولمبي وترابلس بلدي يرجع نحن بحاجة أنه نعيد كرة القدم على ما كانت عليه قبل الألفين وقبل الألفين وخمسة هيدا هو الفتبال لدينا في لبنان في أجيال هلأ عم تطلع نحن لازم نربيها على هيدا الأساس مش أنه خلص أنا عم بلعب على ملعب جونية ومناسب هو طبعا كانت الأمتيفي مبارح عم تهكي أنه نحن بنقدر ننقل من أي ملعب يعني ما شفنا هيدا الشيء تماما ما شفنا هيدا الشيء أبدا فاللي صار مبارح هو نتيجة لضعف تأسيس كرة القدم في أنه في لبنان بحاجة لتغيير شامل بحاجة لعودة الملاعب لو كنا نطرنا شهر أو شهرين مش غلط لحتى تلعب هيدا المباراة على ملعب مثل صيدة ملعب محترم حتى لو كان صار شو ما صار ما كان حنشوف هيدا التدخل عنيف من الجمهور اللي هو كان قريب على ملعب وأصبح طبعا هيدا المباراة على كل اللسان للأسف فشل نهاية الدورة نتيجة لفشل القرارات للإدارة السياسية عندنا في لبنان كنت معكم أنا حسن صالح تابعوني على فيسبوك وعلى يوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله